الخبر الأول اللي عدنا خبر حزين شوية عن مريانا ودخولها للمستشفى فكريستينا اللي هي أخت مريانا نزلت بحسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي قدامكم اللي في مريانا بالفراش مع المستشفى وفي طبيبة تتأخذ من عندها دم ولكن الحمدلله وراها بكم ساعة مريانا طلعت بحسابها لإنستغرام ونزلت هذا الستوري اللي تقول شكراً لاهتمامكم أنا بخير على كلين سلامتك مريانا ومع فايا إن شاء الله ويا حبايا بكتبولها بالكومنتات تعليق حلو مثلكم الخبر الثاني اللي عدنا عن وسام تيكيت وإعلانة عن أغنية الجديدة فوسام تيكيت نزل على حسابها بالإنستغرام هذول الستوريات اللي أعلن بيها عن فكرة غريبة واللي هو أنه يسوي أغنية جديدة من تعليقات فقرة مأفل فراح أطبكم هذول الستوريات على موت تفتهمون أكثر الفكرة هلو كيف كون أصدقائش أخباركم هلو أنا نازل على الستوريو عندي شغلة هنيك فقلت ليش ما بنعمل فكرة مأفل أنا وإنتو هنعملها بطريقة كتير 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 حلوة هنعمل أغنية راب رح نعمل أغنية راب هاي الموضوع التيبك المتكرر كتير حبيبتك خانتك وراحت لعند واحد غني وانت بدك تتحكي لها كلام بأي لما رابر بتتركوا حبيبته وبيسرع راسنا بأغنية فالفكرة أنه من نخليها تتحسر على الزكريات البيض يعني اللي كانت معه للشخص بس أنه لازم نكتب له كلام كتير تقيل والقافي رح تكون كي يعني مثلا إنساكي وممكن مثلا أشوائي مثلا يداك بالمقتصر نفس الفكرة اللي سواها بأغنية مستربا خيلها منه سوى تعليقات من هذا الكلام فقلوا ليش قيمة حمسين وهل تتوقعون الأغنية حتكون أفضل من أغنية شركوا أم لا الخبر الثالث اللي عدنا عن أحمد أبو الرب وساهر منذر طبعا ليس أل عن صورة ساهر منذر فهي جاية يعني بالطريق أها أوكي لازم أحط الصورة أوكي شوي 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 أوكي لا لا خلص خلص إلا هنا إلا هنا يالله أنا إيش خلاني أحط هذا الخبر أوكي عندي حل خلني نرجع الخبر الثالث اللي عدنا عن أحمد أبو الرب وساهر منذر والمعركة اللي ما بينهم بالإنستغرام فساهر منذر كتب تعليق لأحمد أبو الرب على آخر صورة منزلها هذا هو اللي قدامكم أصلاً هذا اللي عم دور عليه من الزمان وقفته تكون زي الزلمة عشان يحسسني بالأمان لقيت فارس أحلامي ترى هو اللي كتب هذا الكلام أنا مع لي يالله أنا شورطني وحطيت هذا الخبر المهم أحمد أبو الروبرد عليه بالستوري اللي هو هذا اللي قدامكم اللي انطاب له كالساهر منذر ونزله بالستوري مع الانسته الخبر العالي السريع اللي عدنا عن أنس وأصاله واسترجاعهم للذكريات فأنس نزل على حسابه بالانستغرام هذول الصور اللي من عام 2018 الميلة وأيضاً هذه الصورة اللي كانت ميلة فيها كثير صغيرة والصورة الأخيرة أيضاً من عام 2018 وبس والله اللي هنا صنعات المقطات من المقطع يجبكم لتنسوا تحطون لايك واشتراكم بالقناة كانوا ياكم فيد الزيم من قناة مملكة الخصاص ومع السلامة